وأطمينكم على ديانج يعني كلام كتير جداً قريته النهاردة أو تابعته على السوشال ميديا أنه ديانج بيغيب عن لقاء الزمالك الكلام ده لا أساس له من الصحة النهاردة ديانج كان موجود صحيح ما شاركش في التدريب الجماعي النهاردة لكن موقف ديانج لم يحصن بعد سواء بالاستبعاد من المشاركة أو بجهازيته المشاركة في مباراة السوفر إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية ومن النهاردة يمكن الراجل اشتغل نهاردة صبح كان فيه تدريبة اجتماع قبل التدريبة الرجل يتكلم معهم وأعتقد أنه يمكن تبقاش راضي قوي على المستوى يمكن أقل مطشات الأهلي اللي عمها بداية الموسم أقل من مطشين المنستيري وأقل من مطش الإسماعيل مطش أسوان يعني بتكلم عنه أداء متوسط ما كانش بالشكل اللي إحنا كنا منتظرين ويمكن اللي طمني أكتر تصريح كولر عن الشكل والأداء قال لك مش دي كرة اللي أنا عايز ألعبها من نادي الأهلي فواضح أن الراجل كمان مش مقتنع قوي بمستوى الأهلي في مباراة المباراة لكن الأهم أنك حسنت الثلاث نقاط وأهم أنك أنت رايح مباراة السوبر بدون خسارة بدون تعادل بدون ما بتستقبل شباكك أي أهداف ودي كلها نقاط في منتهى منتهى لإجابية والرجل يبتدى من النهاردة يذاكر فريق الزمالك يعني بتدى يشوف مطشات الزمالك اللي عابها في الدولي الأبطال في الدولة 64 ودولة 32 ودولة يشوف المطشين اللي عابهم في الدولي وإن كان الحقيقة أي حد مش محتاج متخصص يعني الزمالك بيعاني معاناة كبيرة جدا وخصوصا في المطشين اللي أنا تبعتهم ليه في بطولة الدولي عنده صغرات حدث ولا حرج عنده أزمات ويمكن ده ظهر بشكل كبير قوي في مطش سيرامي كامبار ومن قبله مع اسمه حتى رغم أنه نجح طبعا فيه أنه يخطف الفوس في المباراتين لكن أعتقد أنه لو ذكرت الزمال كويس أعتقد أنه سهل قوي تكتشف صغرات كتيرة جدا وخصوصا المساحات اللي موجودة بالخطوط وخصوصا في أماكن تمركز اللي عابين في الدفاع وليممكن ده اللي استغلوا سيراميكا بشكل أو بآخر طبعا كان مفترض سؤال الحلقة تفتكر ليه كابتن معروف ما طلعش الانزال الثاني مبارح بس بما أنه الإجابة سهلة وبما أنه الإجابة معروفة عند جمهورنا دي أهلي فقررنا أن نلغي السؤال ده من المقرر لكن سيراميكا مبارح كان يستحق الحقيقة نتيجة أفضل من كده سواء من ناحية الأداء أو من ناحية الفرص اللي ضيعه طيب خليني أقول لكم طبعا النهاردة التمرينات الجزء الأول من التمرينات كان خاص بالشق البدني أنه يشتغل مع الفريق في بعض التمرينات والنواحي البدنية وبعد كده ميستر كولر بنفسه اشتغل على تأسيمة أسم اللعيبة ثلاث فرق وعملوا تأسيمة بين الثلاث فرق وكان الحقيقة الراجل بيشتغل على تفاصيل كثيرة جدا وبيوقف الكرة في وقت كثير جدا وبيكلم مع اللعيبة وبيدي توجهات طبعا بدأنا خلاص دخلنا في الجد خلاص لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة السوبر للأهل بيتفوق فيها حقيقة حتى في مواجهة الزمالك كنت بتكلم على 11 لقب سوبر من أصل 15 حققهم النادي الآلي منهم 7 على حساب نادي الزمالك أعتقد فيه أمبي في حرس الحدود فيه المصري دول كانوا الفرق اللي واجهتنا في مباراة السوبر